كلمة كسك اليد انا الحمد لله او احمد اخويا او ادهم ابني والحمد لله برضو اخويا برضو شريف خرج منه بسلام ولكن للأسف يعاني من كسر فيه خمس دلوع في الصدر ولكن ان شاء الله هيكون كويس في الفترة اللي جاية اهم حاجة في الموضوع ده كله اللي احنا اكتسبناه او اللي احنا شفناه حب الناس حب الناس لا يقدر بمال لا يقدر بتمن زي محررتكم شايفين العربية الدغدغت وحتتباع خوردة بس مش هو ده المهم اللي بيروح في الحديد الحمد لله ان احنا طلعنا منها طبعا الف سلامة لاخويا شريف المغربي النهاردة اول مرة في حياتي اطلع على الهوى او اطلع في حلقة في تلفزيون ما يكونش معايا شريف المغربي بتمنى له ان هو سرعة الشفاء بمشيئة الله تعالى اتمنى ان هو حلقة اللي جاية يكون ربنا شفاء واتمع للشفاء ويكون موجود معانا يا رب يا رب يرجع سالم لأهله ويرجع سالم لشغله ويرجع سالم لمكانه واتمنى ان تكون دعواتكم زي دعواتي بالزبط طبعا حب الناس زي ما اقول لحضراتكم لا يقدر بتمن الازمة دي عرفتنا يعني ايه الصح يعني ايه الغلط يعني ايه انك تعمل حاجة كويسة عشان الناس تقف بصيرتك الكويسة وصمعتك الكويسة اللي حصل ده يعني حاجة مسغرة للانسان لما حيموت شبه النوماتي كلينيكية اللي لما الناس اتفرجت على الحادث عرفنا مين وقف معانا مين بيحبنا مين بيتمناننا الخير اما طبعا اللي ما سألش علينا فاحنا مش هنعلق عليه حابب اشكر اتنين او اخصهم بالشكر في هذا الموضوع او اللي حصل لي باشكر طبعا المنتج الفني لشركة جو ميديا الاستاذ محمد رمضان راجل محترم متواضع وقف معايا وقفة لا اتوقعها بصراحة راجل كمة في الادب كمة في الاخلاق كمة في الاحترام واللي عملوا معايا ده جميل حيفضل على راسي مدى الحياة عايزة اشكر كمان الاعلام المحترم الكابتين احمد سعيد مقدم برنامج القرى والجماهير على قناة الصحة والجمال وتمنياتنا لينا والفريق عمل البرنامج بالشفاء في برنامجه انت اعلام المحترم ومثال للاعلامين المحترمين وانا بشكرك شكرا جزيلا وبرد عليك وبقولك لساء الشنطرة يا كابتين احمد طبعا مش عايز انسى امير عبد الرحمن الاعداد البرنامج اللي تقريبا كان متواصلة معانا على طول بشكرك شكرا جزيلا بشكر تامر عبد المجيد بشكر محمد الملكي بشكر عم عزب بشكر كل طائم العمل اللي موجود في قرات الصحة والجمال للأمان انا حسيت ان انا في وسط اهلي وعسيت ان انا فعلا واحد منهم مش واحد بعمل برنامج وخلاص بشكرهم شكرا جزيلا قبل ما ابدأ اخشي واقفة الصواريخ الشنطرية ونرجع تاني لأجواء الكرة والرياضة عايز اقول للصحفي السكنداري حبيبي وصديقه واخوية الاستاذ محمود حسن كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب واقبال ميت سنة يا رب صحة وسعادة وراحت بال الجندي المجهول المعلوم في برنامج الكرة مع الشنطوري المتميز وزي ما بقول دايما المكوك محمود حسن سؤال الحلقة بقى توقعاتك من سيواجه الاهلي والزمالك في ربع انهائي دوري الافطال الافريقي انا شخصيا اتوقع الزمالك والنجم الساحلي والاهلي ومزنبي يخبر بفلوس بكرا ان شاء الله مساء الغد الاربعاء هيكون ببلاش كما انا عايز اقول لحضراتكم ان انا خسرت الرهان للأسف مع الكابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى نادي الزمالك او مناشئين نادي الزمالك لان انا كنت متراهن معايا على الهواء هنا في البرنامج ان الاهلي هيصعد برفقة الهلال السوداني وهو اهل الاهلي والنجم وليك عندي عشوة محترمة يا كابتن احمد في المكان اللي انت تحدده والكلام ده على الهواء مباشرة هيكون معنا النهاردة بقى قروان التعليق المعلق الشامل قدم طايرة سلة تنس العب قوة قروان التعليق بأونسبورت وطايمسبورت الكابتن محمد عفيفي ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معنا اول اخبارنا بقى وصواريخنا النهاردة الاهلي يصعد من ام درمان في موقع حربية بعد التعادل بهدف لهدف الاهلي يتأهل طبعا احنا كنا عارفين ان الاهلي يملك الشخصية يملك مقاومات البطل عنده الارادة عنده العيبة رجالة لكن عايز اتوقف عند رئاسة البعثة للكابتن محمود الخطيب بتثبتلك هي دي قيمة الخطيب يعني ايه رئيس النادي هو وسط مرضه وقزمته الشديدة دي انه يقرر وهو عارف ان الاجواء هتكون صعبة جدا في السودان انه هو يتحمل مسئولية شخصية انه هو يكون رئيس البعثة يا جماعة وجهها محمود الخطيب القيمة والقامة للاعب النادي الاهلي عشان كده انتم شفتوا النادي الاهلي في الملعب كان عامل ازاي لان عارفوا ان الزعين بتاعهم في وسط كل المعاناة ربنا طبعا ان ينعم عليه بالصحة واش فيه وسط كل الامه وسط كل معاناته الخطيب يضرب المثل في الرجولة في الشدة في الالتزام وده اللي احنا شفناه من لعبة الاهلي في الملعب شفنا ياسر ابراهيم بيتعور وبيقوم شفنا ايمن اشرف بيتدغدغ شفنا اكتر من لاعب بيصاب في الملعب اصابات بالغة لكن رجولة النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي قدرت ان هي تخرج بالمباراة لبرل الامان عايزة فرق ما بين مقاومات البطل عند النادي الاهلي وشخصية البطل اللي المفروض يبقى عليها النادي الاهلي اللي كان عليها قبل كده مقاومات البطل انك تكون زي ما الاهلي موجود بالوقت عندك تجانس عندك استقرار لعب جماعي تنوع فيه تاكتك مرونة تكتكية مدير فني قدير بتاخد اللي انت عايزه من المباراة في زل اجواء صعبة للغاية هي دي مقاومات البطل لكن شخصية البطل ينقصها حاجتين انك يكون عندك دفاع صلب وده اللي مش موجود في النادي الاهلي خاصة في قلبية الدفاع وده اللي احنا شفنا في الجهوم بتعلهل السودان الراجل بيستلم جوة الثمانتاشر وبيحط الكرة من فوق المدافع وبياخدها جوة ستة يارضة وبيحط هدف وانك مشكلة في قلبة فعل نادي الاهلي وطبعا الاهلي عشان تبقى بطل لازم يكون عندك مهاجم جوليادور يعني ايه جوليادور يعني راجل هداف من انصف الفرش يجيب جول الاهلي بيوصل بيروح للجون وللأسف سواء ازوره قبل ما يمشي او مروان دلوقتي او اجايه او حتى فرح محسن قبل ما يمشي جمهور الاهلي يأمل في باجي او بابجي زي ما جمهور الاهلي بيحب يسميه انه هو يكون كلمة السر ويجيب معاه او يكمل مقاومات البطل عشان تصبح شخصية البطل مكتملة الاركان عند النادي الاهلي تمنياتنا طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي في القرعة غدا وانه هو يوصل لابعد مدى ممكن طبعا الخميس حلعب الاهلي مع بيرامت مباراة صعبة جدا للنادي الاهلي لكن زي ما انا بقول قبل كده وقلت تاني الدوري انتهى ومباراة الاهلي في الدوري هي الاستكمال بس فرق النقاط اللي يسمح بانهائه وتجهيز بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش في افريقيا عشان البطل الأهم والاغلى لعشاق النادي الاهلي رمضان صبحي طبعا هو عدم الاصابة ولكن لسه مش جاهز مية في المية وبالتالي حيكون خارج مباراة بيرامت كابتن طبعا شريف اكرامي زي ما حضراتكم شفتم بارح وقرر خلاص ان المسم ده هيكون نهاية عقده مع النادي الاهلي وهيروح في نادي تاني بنتمنى لكل التوفيق لاعب محترم كابتن محمود الخطيب اعلن ان النادي الاهلي تنازل عن شكوى ضد النادي الهلال السوداني طبعا لعمق العلاقات التاريخية ما بين مصر والسودان والعلاقات ما بين الاهلي والهلال السوداني لكن منذ دقائق خرج احد المسؤولين في الهلال السوداني وقال ان الكلام ده غير صحيح وان الكاف اختارهم ان النادي الاهلي لم يسحب شكوى وان النادي الاهلي مقدم شكوى يوم 2 فبراير ضد النادي الهلال وبيطالب باحتساب المباراة لصالحه عموما القصة تقفلت لان النهاردة الكاف اعتمد خلاص العقوبات رسميا على نادي الهلال السوداني العقوبات كالتالي غرامة 100 الف دولار على النادي الهلال السوداني منها 50 الف دولار مع عقاب التنفيذ شريطة ان لا يحدث ما حدث مرة اخرى من الهلال السوداني خلال عام قادم يعني خلال السنة الجاية في دور الابطال او في بطورة افريقيا اللي حيشارك في الهلال السوداني اذا لم يكون باعمال خارجة او شغب زي اللي حصل يبقى حيكتفي الاتحاد الافريقي بدفع 50 الف دولار اي حاجة هيعملها الهلال هيدفع 100 الف دولار اربع مباريات للهلال على ما لعبه بدون جمهور اخر حاجة كمان اقاف اللعب حسن محمد خمس ماتشات وغرامة 100 الف دولار كده تبقى اخبارنا عن النادي الاهلي خلصة نروح سريعا لاخبارنا مع الزمالك الزمالك ببودلاءه يتعادل مع اول اغسطس الانجولي في مباراة تحصيل حاصل في انجولا نجح الزمالك ان هو يخرج بالمباراة بار الامان الميزة الوحيدة من المباراة او الميزة الكبيرة لان كان فيه مزايا اخرى الميزة الكبيرة من المباراة ان كارتيرون خمس ماتشات في دول المجموعات مع الزمالك لم يخصر اذا الزمالك افريقيا مع كارتيرون حتى الان لم يخصر الخسارة الوحيدة كانت للزمالك امام مازينبي كانت مع ميتشو وبالتالي دي ميزة كبيرة ان كارتيرون وهو خبير طبعا بمطرات افريقيا يقدر يقود الزمالك لأبعد مدى ممكن لكن هل هتقول لي انت شايف ايه هقولك على الورق واللي احنا شفناه في الملعب الزمالك هو أضعف فريق في التماني ولكن الزمالك عنده مقاومات البطر والزمالك فيه ماتشاط خروج المغلوب او الكاس اللي يذهبوا عودة عنده من الخبرات ومن يزاد البشر ومن جمهوره اللي يخليه احد المرشحين التلاتة للفوسبول بطول شوف انا بقولكم ان هو على الورق اضعف واحد فيهم بس انا بقولكم ان هو من وجهة ناظري احد اهم تلات مرشحين لدوري ابطال الافريقية هذا الموسم الزمالك لانه عنده من الخبرات ومن القدرة ولكم في الموسم السابق في الكنفدرالية عابرة تغلب اربعة من جرماهيا ثم عاد الزمالك وقدر ان هو يفوز بالكنفدرالية اذا ان الزمالك يقدر اه يقدر من مكاسب المباراة عودة محمد عواد ظهر بشكل جويد تقلق احمد عيد دفاعيا ولكن لازال خط ظهر نادي الزمالك محتاج الكثير عموما كارتيرون مش عايز مدرب احمال ولا مخطط احمال السؤال اللي انا عايز اسأله وعايز حد يجوابنا عليه بصراحة هل في عقد كارتيرون ما ينص على انه لو جاب مدرب احمال هيتخصم من مرتب كارتيرون هل مرتبه شامل مخطط الاحمال فهو مش عايز مخطط احمال عشان مرتبه ما يقلش ولا هل هو شايف نفسه في حتة تانية غير مدربين للعالم دلوقتي اللي موجودين وان هو يشتغل كل حاجة عاوزين نعرف ايه بالزبط وايه مدى استراره ورفضه الشديد لوجود مخطط احمال انا سخصيا مش عارف كاسونجو شارك طبعا في مباراة اول اغسطس اول مشاركة كاسونجو بعد تأييده افريقيا ومنذ قليل الزمالك يفسخ عقد خالد بطيب الطيب بعدما المستشار بورتالو منصور صرح وقال ان بطيب رفض اجراء العملية في تلات مستشفيات من اخبار الزمالك ايضا طبعا الزمالك عنده مباراة صعبة جدا مع حرص الحدود ولكن الزمالك سيواجه مسبحة قروية بمعنى الكلمة في شهر فبراي الزمالك يلتقي غدا مع الحدود ثم مع الاسماعيلي ثم السوبر الافريقي مع الترجي ثم السوبر المصري مع الاهلي ثم لقاء الكمة في الدور الاول مع الاهلي وربع نهاية دول الابطال الله اعلم حيكون مع مين برضو في نهاية فبراير ثم مع بداية شهر مارس سيواجه برامد اذا هو شهر حاسم في مسيرة مستر كارتيرون مع الزمالك هل سيكون الخبير كارتيرون ام انه سيعود لبلاده سريعا قبل نهاية واحد مارس ده اللي احنا هننتظر ونشوفه مع بعض وحناخد طبعا رأي قروان التعليق كابتن محمد عفيفي بعد الفاصل سيد البلد سيد البلد عنده سبعة وعشرين نقطة وجمهور الاسكندرية غير راضي على الرغم من انه تعادل بالامس مع الانتاج الحربي في مباراة قوية من جادب الفرقين وان كان سيد البلد كان يستحق المكس انا عايز اقول لجمهور الاسكندرية جايب عمر الميداني نجم برامت السابق جايب السلتو مهجل منتخب ليبيا واخيرا الموهبة الصعدة في القرى المصرية محمد الصباحي نجم اسوان مطلوب من الراجل يعمل تاني جايب فرقة كويسة معها مدير فني خبير وقدير اسمه طلعت يوسف اتحاد ماشي كويس الاتحاد مش ياخد الدور يا جماعة لا يملك الامكانيات ولا بينكو سين كده الناس هتسمح له ياخد الدوري كلام ما بفهم طبع الناس مهمة كلاما انا بقول ايه في حاجات كده ممنوعة الاتحاد مش ياخد الدور كل ان الاتحاد ياخد المركز الثالث او الرابع ده انجاب انجاز انجاب انه لعف افريكيا ده انجاب انه يحبس لإسماعيلي ويحبس انفاس جمهوره في البطولة العربية تسعين دقيقة ده إنجاب انه جمهور الإسماعيلي يقول الحمد لله ان احنا صعدنا على حساب التحالي سجندري ده إنجاب ويحسب للأستاذ محمد مسلحي ولمجلسه الناس دي بتعمل في صمت ما بيدخروش اي مجهود بلاش ان احنا نضغط على الفرقة بلاش نضغط على مجلس الادارة لان هم اول ناس عايزة تكسب هم عايزين يأخذوا الدولي وعايزين يأخذوا الطرق عربية وعايزين يأخذوا كل حاجة بس بالعقب بشويش انت فريق كنت بتنافس على الهبوط دلوقتي بقيت في المربع الزهد انت من بداية الموجل لحد دلوقتي ما تطلعش برا الثالث والرابع واحدة واحدة التعادل مع الانتاج مش كارثة التعادل مع سموحة مش كارثة سموحة برضو فريق كبير الانتاج فريق كبير باستثناء الأهلي والزمالك فأي فرقة تانية ماتشاطها مع الاتحاد سكندري ماتشاط 50-50 الستاشر فرقة تانين كلهم يملكوا نفس اللي عند الاتحاد بالا عندهم امكانيات اعلى فاحنا لدينا نشكر وندعم نادي الاتحاد ومجلس اداف نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد على العين والرأس انت طبعا رقم واحد في اسكندرية محمد مسلح ومجلسه واللعيبة ده اول حاجة بقولوها الجمهور 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 فاحنا مش عايزين نضغط على العيبة ونسيب الناس تشتغل وان شاء الله القادم قد مهزلة قروية تحدث في مصر وفي الاسكندرية بالذات في دور الدرجة الرابعة في اسكندرية نادي المجد السكندري كان عنده مباراة يوم الجمعة مع نادي تراعي الاسطور وهم الاتنين بيتنفسوا على المركز التاني مع نادي ام في بي طبعا لهم تلاتة دول بيتنفسوا على اتنين هيصعد منهم للتصفيات المؤهلة لبقسم التالت مباراة ما بين المجد وطراءة الاسطور يوم الجمهور والمجد كان عنده مباراة مؤجلة تم تحديدها سابقا يوم الثلاث مع نادي ام بروز فاذا بمانطقة اسكندرية برياستي كاتر عامل حسين يوم الجمعة المجد وطراءة الاسطور يوم الخميس بعد الضهر يجي تليفون لنادي المجد والله يا جماعة انتم مش هتلعبوا بكرة مع طراءة الاسطور يوم الجمعة لا انتم حتلعبوا يوم السبت مع نادي ام بروز ويوم الثلاث بدل مكان مع نادي ام بروز بقى مع طراءة الاسطور يعني مطالب المجد انه منعبش الجمعة اللي هو خميس 할عب بكرة لا مش هتلعب بكرة وלא مش هتلعب الفريق اللي انت هتلعبه اصلا بكرة مش هتلعبها بعد بكرة لا انت هتلعب يوم الثلاث واجيب الفريق الثاني اللي كنت هتلعبه بكرة هلعبه الثلاث طبعا نسيت اقول لحضراتكم ان المسؤول او احد المشرفين عن الناس طراعي الاسطول هو احد اعضاء منطقة اسكندرية مع الكابتن عامل حسين وبالتالي اللي حصل ده يا جماعة مهزل الرديا بكل مقايد طبعا تم التواصل من جانبنا مع الدكتور المحترم احمد عبدالله وعضو مجلس دارة اتحاد الكرة والراجل كان متفاهم الوضع وشرحنا له كل حاجة ولكن لديك الوقت طبعا مقدرش او ما فيش حاجة تغيرت المجد لعب يوم السابت طبعا اضطراري مع مبروزو وفاز اربعة واحد وتقلق والنهارده اقيمت بقى المباراة اللي هيك تم افوت لعب الجمعة النهارده تلعبت ما بين المجد وطراعي الاسطول وانتهت بعد القمة والاسارة بالتعادل اتنين اتنين عموما هنتكلم كمان معنا تقرير مع الصحف السكنداري الخبير الاستاذ صلاح الطيب هيوضح لنا تفاصيل الازمة دي بالصوت والصورة وحيقول كل حاجة بس عايز قبل مطلع للتقرير واستقبل ضيفي عايز اقول لكم ان فريق ناشئين المجد 2003 يتقلق في منطقة السكندرية ويفوز على العبور بتلت اهداف نظيفة هنطلع نشوف التقرير ونشوف كل كلمة بيقولها الاستاذ صلاح الطيب مهمة جدا بالاسماء وبالمستندات وبكل حاجة ونرجع نستقبل قرآن التعليق نجمينا النهارده كابت محمد عفيفي فانتظرونا ويلا بينا اشهدنا ان احساكي مع السعر سكندري الخبيل والمهنك الاستاذ صلاح الطيب واول لقاء لك في كرة مع شانتون حبيبي منور دايما ومتقلق ودايما كده باهيرنا باللقاءاتك الجميلة ربنا يخليك وما يفعش توقع تبا موجود معايا وما نسألكش عن احوال الكرة في اسكندرية احوال الكرة في اسكندرية طبعا نادي الاتحاد كنا بنتمنى ان هو يكمل في البطولة العربية لكن ما حصلش نصيب ونشوف الله نتمنى نادي الاتحاد يحافظ على كوابس المربع الزهبي وما رف شفت التحاد السكندري مبالح ازاي ان تعالوا مصرح الاتحاد السكندري طبعا كان في حالته غير الطبيعية نتيجة بعض المشاكل في الفرقة اكيد الكابتن طلعت يوسف يسعى لتداروكا في المرحلة القادمة شفت اسموها ازاي مع الكابتن حوالي سلط سموها اكيد الكابتن حبالي سيد اضرب قدير احترم واتوقع نسموها يكون لي شكل افضل معه المضحرة الجاية شوالله قراره ازاي بالخروج من الهلال السوداني في التوقيت الحسن والله هو كل مدير فني لزروفه الشخصية اللي بتحتم على الاستمرار مع كريم اول الاعتذار فاعتقد ان الكابتن حبالي هو اكتر واحد قدرة بزروفه اللي خلته اعتذر للهلال السوداني هناك مشكلة اصيلك من انبالح في دولة درجة الرابعة في اسكندريا ما بين المدى وطلعه على الاسطول ومطقة اسكندريا طبعا مكانت الكابتر عام حسين كان عندهم مغارا نوارده على الاسطول بين المجد والاسطول وبعدين اجلوا المغاراة وخللوا المجد لعب مبروزه بكرة ولعب الاسطول يوم الثلاثة شوفت الاسمى بي ازاي اهلا بحضراتكم مرة تانية نادي المجد والتحجي الكورة ومطقة اسكندريا بي كره لأستاذ عامر حسين وشكري شكرا جزيلا وده ما عدنا بقى مع الترحيب بنجمنا نجم حلقة النهاردة قروان التعليق المعلق الشامل الكابتن محمد عفيفي مسائل الشنطرة يا بوكباتك مسائل الشنطرة ومسائل الخير عليك ومسائل الخير عليك ومسائل الخير عليك وتوقعك للقرع بكرة ان شاء الله للنادي الاهلي ازاي المباراة دي نعلقت عليها يمكن مباراة الاهلي والهلال للراديو من المباراة اللي انا استمتعت بيها وما حبتش اللي حصل من النادي الاهلي في الربع ساعة الاخير بغض النظر عن الاحداث اللي حدثت من جماهير الهلال السوداني او ما طرق على ارض الملعب من تدخل امن يوم ما فيش جمهور كتير بنزل بس بالمناسبة علشان كده ما كانش فيه دلائل للشكوى ولذلك النادي الاهلي ما فضلش ان هو يعمل شكوى لانه لما ينزل واحد او اتنين ده بيحصل في اوروبا ولما تدخل الامن الامن فقط هو اللي نزل بعدد كبير فادنا احاق انه لا في حالة من الهرجالة كبيرة اللي حدث من الجماهير الاسوأ هو ضرب الكراسي والزجاجات اللي نزلت على العاب النادي الاهلي ولذلك تلاقي الامن نزل بشكل كبير جدا عشان يأمن العملية لكن ما فيش جمهور بعدد كبير نزل ولذلك الاهلي فضل ان هو لانه بصراحة فهذه البطولة الاول زي التاني في المجموعات التمن فرق احرزت لقم منذ قبل والتلات فرق او التمن فرق اللي موجودة والاربع فرق اللي تصدرت او الاربع فرق اللي موجودة في الترتيب التاني في الجروب سيج او دور المجموعات كلها فرق تقيلة جدا وفي اعلى مستوياتها حتى الاسوأ في مستوياته حال نادي زمالك مثلا مش في مستوى العالي افريقيا او محليا لكنه فريق في مباراة النوك اوت لا يقدر يقدر يعمل الفرق حال وحال النادي الاهلي او اي من الاندية سواء العربية او الافريقية اللي موجودة وتحديدا سانداونز هو الفرق في الفرق اللي موجودة لكن مباراة كبيرة جدا ريني بايلر الرجل السويسري اللي يدير الامور الفانيلي النادي الاهلي عنده مشكلة في انه اخر شوية تغيير محمود عبد المنم كهربا واليو باتجي كان لازم ينزلوا مبادر جدا تحديدا ما بعد هدف محمد مجدي افشا طبعا صناعة عمر السولية واحسن الشحات رسمة تكتكية زكية طلعت بشكل مطلوب مرغوب فيه علشان تختتم في اجمل صورة ما بعدها تقدم الهلال وكان عليه ان هو ينزل لعيبة اصحاب سرعات علشان يستغلوا المساحات اللي موجودة لكن تكتكيا في الـ 75 دقيقة الاولى لعب شكل ايجابي النادي الاهلي قوي جدا والهلال لو لا جمع النقاط ووصوله لنقطة رقب 9 بدون اي مستوى فني ما كانش قهرة بالمجموعة بهذا الشكل لكن عدت على خير وانادي الاهلي موجود مع الزمالك في الضربة نهائية اولا الاهلي هو اللي وضع نفسه في كده بتعادله الغير مبرع على اطلاط مع عبلها تاني بزرط ده واحد اتنين فين قطة تاني عايز اقول لك عليها رأيك ايه في تغيير افشا اللي هو كان نجم المباراة واللي هو من وجهة نظري كان تغيير خاطئ جدا بنزول ردي سلمان اللي كان في اسوق حالته في هذه المباراة وافشا كان هو نجم المباراة ده اللي ادى الهلال السيطرة وجوان ما شوفنا الربع سالة الاخر سالة منتكلم ده واحد تغيير افشا ده رأيك فيها ايه التانية لو انت بسمعتينيش في الانترو انا قلت ان منذ قليل الهلال السوداني اعلن ان الكاف ابلغه رسميا ان النادي الاهلي لم يسحب شكوى وان هناك شكوى بالكاف يوم اثنين فبراير من النادي الاهلي للمطالبة باحتساب نتيجة المباراة للنادي الاهلي علق طيب مبدئين الشكوى والكلام اللي اثير حولها لا يؤثم انه لا يغني من جوع لانه خلاص القرع غدا ولو كان فيه اي قرار وخلاص القرارات اتخذت نهار بالزبط ولو كان فيه اي قرار كان لازم يتخذ من اول امس او اول نهار دا يعني عندنا ساعة نشر فأي يعني اعتبر بالأمس طلعت من الولدي ماشي بخصوص تغيير محمد مجدى افشا هو بما يقدم الولي سلمان في المباراة التحديدة المباراة الدوري لما بيبقى موجود على الارض المعب وبينزل لا بيقدي ولذلك انت نفسك لو كنت موجود مكان ريني فايلر كنت هتفكر في نفس التفكير عايز تعمل نشاط لانه افشا قام بمجهود كبير جدا حتى ما بعد الهدف قام بمجهود بادوار دفعية وادوار هجمية كان بيعطى لهجمة الهلال وفي نفس الوقت بياخد يستلم الكورة كان من افضل اللاعبين اللي موجودين في الشوط الاول هو بس اللاعب الوحيد انه ما كانش حد بيقدر ينهي الهجمة بالشكل اللائق امام المرمى انا هاقفش بالضبط لكن مروان ما كانش ما كانش بالشكل عالي الاسترايكر الصريح بتاعنا تتفق معي ان جميع المدربين حتى سواء مدربين الاندياء والمنتخبات بيعتمدوا على مروان كمحطة اكتر منه كهداف لا 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 مش محطة دوره مش محطة خالص هو صانع على العجل ايوة يعني هو مش مهمته ان هو يخلص الاهداف مهمته ان هو يخلق مساحات اللي حواليه محمد مجدي افشا لا الكلام على مروان مروان ما بيعتمدوش على مروان ان هو جوه السنوق بس لا مروان دلوقتي بقى ليه تحرقات ان هو يهرب او ياخد المدافعين لبرا ويجي زي ما جاء افشا كده بيجي من وراه اه كدور اه مش محمد مجدي افشا اه طبعا اه طبعا لازم ينزل ياخد دوره كمحطة يسحب مع المدافعين علشان يفرغ مساحات للاجنحة وده دور او اللي بيطلق عليه في عالم كورت لقنا في التطور الحديث الشادو سترايكر هو كمحطة اه بينزل لكن فيه لعبين مع نزوله مع تحركه كيفية التحرك بشكل كطري يخلخ للدفاعات فيما بين السرد باكات ده طبعا دور مهمة جدا لكن برضو امام المرمى ما بيقدرش يتعامل وضهره دايما المرمى ما بيقرفش يلف او بياخد مع المدافعين بالشكل الإيجابي عنده بعض النقاط السلبية انا شايفنا وليد اذره كان بيعملها حتى بسرعاته صلاح محصن عنه مقفة ومرونة اكتر وليد بالزبط وبيعرف يخلص بشكل صحيح اه في كتير من كهرباء نفسه لسه محتاج الشغل الكبير اللي انضيع فرصة كان ممكن تجيب الهدف تاني وتقتل المباراة وتخلص كل المعاناة اللي احنا شفناها في آخر ربساة يعني نوجة نظر حضرتك ما كانش الأفضل ان حسين الشحات أحد اللي كانوا مش موجودين خالص في المباراة هو اللي كان يخرج وينزل وليتريمان هو كان شايف ان هو شغال في ناحية لمن كويس وكان بيرض يقدي أدوار دفعية مع محمد هاني بشكل هو شايف ان هو كويس كنت شايف ان حسين الشحات اللي هو الظهير اللي موجود فيه الهدال السوداني مش قطر طاهر الجهة العكسية مش منذكر اسمه قطر ده جنيه حليمين اللي هو اتخرج ده هو خرجه المدارب خرجه نزل التاني اللي هو في راس عبدالله ده كان اللي هو شعره كبير شوية ده كان متقلق الحقيقة ده فتح شارع بالفعل لكن المشكلة في انه لما غير هو كان عايز يعمل زخم هجومي علشان يستغل اي واحد عنده سراعات مع هجمه عكسية يجيب الهدف نزل كهربا قالي باجي وفكر في ولي سلمان علشان ياخد كرة ويطلعها بشكل سريع وسب حسان الشحات علشان يقدر ان هو برضو يجري معهم كلاعب ممكن ياخد ادوار السرعات ما بعد الادوار الدفاعية اللي موجودة كان سلبي في كتير من الاحيان لكن في المجمل في المجمل هو فكر في حاجة ما حصلتش تحديدا من اداء ولي سلمان ما بعد النزوله على الارض الملعب بدري شوية علشان يقدر يخلص المبرم بدري عاستقذينك ناخد معنا مداخلة تلفونية مساء الشنطرة يا استاذ محمد يا مساء الجمال ومساء الخير يا كابتن محمد يا راجل يا محترم الله يخليك انت تستحق كل تقدير واحترام شكرا على الكلام الجميل جدا انا مسمعتوش بس ليه كتير جدا ميكلمني بمجهوري لكن محمد اولا انت نورت مكانك نورت برنامجك نورت قناتك الحمد لله على السلامة وقال سلامة عليك وعلى الاسرة اللي كانت معك وانت عارف ان ابن حرك معاك وهمไม hoor الحمد لله من القفاء الشريف ان شاء الله بنا السلامة الحمد لله على السلامة ونخذر الله ما شاء فعل وعايز اقول لك نحن السابقون حصل مع نفس الموقف وما كان قنافست لك هذا بس والله كان كرم من ربنا من عند ربنا كان خير همد لله على السلامة الأول سامن صديقي العزيز محمد عصيف القروان اللي بتمتع به المعلق الشامل اللي دايما بيسعدني بتقلقه حلقاته دايما بتبقى جميلة جدا جدا كلها معلومات بيعجبني فيه تحليلاته للكورة هو شايف من زاوية تانية خالص مش عارب بقى هي زاوية معلق مش عارب هي زاوية محلل مش عارب هي زاوية مختلفة شوية لا اصلا هو بيحب التنس في الكورة بتاعته صغيرة فبيفهم كل حاجة في الكورة الكبيرة لا هو بيحب كل الالعاب على فكرة ما نعارب بيحب كل الالعاب بيحببني في كل الالعاب بسعد جدا بوجوده بصوته ودايما اول ما بسمع صوته في اي مباراة بقول يعني بفخر ان بقول ده صديقي وده انا اعرفه وده صحبي يعني منور الدنيا يا حمام اهلا بيك شكرك يا محمد دايما ذوقك راكي يعني مش هادر او فيك حقك في كلامك محمد لا ده حقك وانا بس حبيت اشكرك شانطوري حبيبي 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 على السلامة وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اللي جاي يكون أقوى وأقوى وأقوى ربنا خليج أشكرك شكرا جزيلا حبيبي هسيبه xisكو هسيبكو 1000 الحلقة جميلة ربنا خليج شكرك زي الله يتخليك كابتن محمد الأهلي القرعة يا التراجي يا سانداونز يا مازينبي مش هسألك على تمنياتك ولكن هسألك على توقعاتك للقرعة هو صعب والثلاثة صعب من بعض سانداونز متراجي أو مازينبي كل واحد فيهم في ملعبه صعب ومباراة خروج المغلوب أو النوك آوت أو مباراة ذهاب وعودة بتكون مشكلة شوية لو قلنا صعب أقل صعوبة شوية نلعب معا التراجي أشوفه أنه هو رقم واحد في الصعوبة لأنه فريق عربي والجماهير والأجواء والضغط النفسي الذهني اللي بيأثر على لعبين بدنيا وبالتبعية الأداء الفاني بيكون صعب فالمواجهات العربية العربية دايما بيكون أصعب ما يمكن الفرق الأفريقية احنا متعودين نحن حتى لو كان فريق صعب حالما زينبي مثلا الكنغولي في ملعبه الأوروبي الجماهير قريبة أجواء صعبة جدا لكن بنقدر أن احنا إيه لحد ما بين عفر وإن كان الزمالك مثلا شال ثلاثة هناك لكن لا مباراة خروج المغلوب نقدر أن احنا نقدي بمرونة تكتكية كما ذكرت حتى في الإنترو أنه لازم يكون عند المدير الفاني مرونة تكتكية وقرأ جيد للفريق الغريم سانداونز فريق صعب في جنوب أفريقيا رح يكون صعبة جدا لأنه دي لقاءها لكن أرض الملعب عندهم كويسة الأجواء متعودين عليها وكسبناهم قبل كده بره لا فيه ثقة أكبر أنا شايف أنه سانداونز على الناس كلها أو الناس كلها متخوفة من هذه المباراة لأ أنا شايف أنه نبعد عن المواجهة العربية أمام الترجي أي مواجهة إفريقية قبل الدور نصف النهائية هتكون بالنسبة لنا في المتناول نسبيا لأنه ريني فيلر ما أثبتش نفسه في المباراة الخارج أرضه بعيدا عن دوري المصري إنه هنا فيه منافسة وأهمية والدوري حسما أكل إنه كان قبل أن نتافي عليه النادي الأهلي بس عشان الله يبتح عليك لكن في أفريقيا هو لا محتاج فوز واثنين ومحتاج ثقة من مباراة كبيرة ما تكونش مع فريق أعربي علشان يقدر أنه يبني عليها في الفترة القادمة ومع تولي المباراة الصعود لأدوار أكتر الثقة للاعيبين أكتر للمدير الفني اللي هو أول مرة في أفريقيا هترتفع بزفت تمام طب إحنا كده نقفل صفحة الأهلي وإنت يعني سانداونز والمازنبي بالنسبة لك يبقى أفضل للأهلي سانداونز بالنسبة لي أفضل أنا بالنسبة لي هبقى أفضل طيب ناخد مداخلة معنا لأستاذ معتز بسائل شانترا بسائل شانترا عديد قتل محمد حبيب ربنا أخليك ربنا أخليك كارسي قولي بقى أستاذ معتز توقعاتك من سيواجه الأهلي في دور ربع نهائي دول الأبطال تراجي ولا سانداونز ولا مازنبي إن شاء الله سانداونز بإذن الله طيب يا أستاذ معتز والزمالك حيلاعب التراجي ولا سانداونز ولا النجم السحلي أنا أتمنى للزمالك التراجع لأشن هو كاعب وعالش فايا على التراجع لا أنت بتتمنى للتراجع تشاكلك أهلاو بتتمنى إن الزمالك يروح سكر اللي بروح ما بيرجع أيه حسنا كان أهلاوLA بس ما أتراجع من 7 والزمالك أبلي كذا 중 كان لأه كاعب عالي عليه ووصل قز مرة عكس النجم السحلي شايف السوبر حيكون تراجعوي ولا زمالكاوي شايف السوبر حيكون تراجعوي ولا زمالكاوي لا إن شاء الله زمالكاوي مصري بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ معتد شكرك شكرا جزيلا كابتن محمد الزمالك صعد ويمكن أنا من ثلاث حلقات قلت له من الزمالك بسبعة بنته هيصعد هو جاب تسعة بس هو من سبعة بنته هيصعد لأن الفرقتين التانية خلاصة على معا بالضبط كان شفت بقى صعود الزمالك إزاي وشايف اللي جاي إزاي كارتيرون لم يخسر إفريقيا مع الزمالك حتى الآن لكن لم يقدم المستوى الفني اللي يشف عليه إنه لما نكلم عن نادي الزمالك نقول مرشح من المرشحين الأقواء كل الفرق تقيلة زي ما قلنا لكن نادي الزمالك بما يقدم في الدوري رايح جاي 13 مباراة حتى الآن في مركز الخامس في الترتيب أنا شايف إنه برضو ما وجهش مباريات تقيلة لانه مباريات سواء اسماعيليو برهم السولادة لسه لسه فيك يعني لكن المباريات اللي عملها في الدوري حتى اللي كسر فيها ضعيفة ضعيفة وبيكسر فيها صفر وما بيتعاداش الـ 2-0 أو 3-0 لما بيبقى حتى المقالون العرب اللي هو كان غريم مباشر تفوق على الـ 2-1 وكان بصعوبة الزمالك ما قداش بالشكل اللي جابي فيه إفريقيا ولا في الدوري ولا في الدوري أنا وكان بشكل عام لكن في إفريقيا على مستوى المباريات الإفريقية لا فرق كتير تطمع إنها تواجه نادي الزمالك الزمالك مشكلته أنا كلامك بصراحة السبع فرق اللي منزمعها الزمالك طب معانين يدعب الزمالك على الرغم من كل تصراحات الجميع إن هو يخشى الزمالك أنا زي ما قلت لك في فريق كبير وفي مباراة النوكة خروج المغلوب فيه الذهاب والعودة لا ملهاش مكياس بس كمستوى فاني تفقد مني الكلامنا الزمالك أحب التلات مرشحين اللي حياخدوا البطولة بالمستوى ده نتمنى لإن الزمالك في النوكة قاود بقى اللي هو الخروج المغلوب لقى عنده شخصية حقيقي أنا أقول لحضرتك عنده شخصية يعني لعبت الزمالك أصلاً ملعبة لمزجنجية بس الزمالك بيارف يكسب على ملعبه في مباراة أفريقيا هو بيخلص هنا ما هو الزمالك مستوى في أفريقيا بقى إن هو بيخلص هنا بيروح هناك زي ما ممكن يكسب خمسة بيروح لتغرب أربعة بس بيسعد يعني الزمالك لا هو مميز في إن هو في ماتشين ممكن يعدي لكن لو تلعب الزمالك دوري مجموعات ونقط وبتاع النفس تقول مش عند الزمالك صراحة قد يكون مواجهة عربية عربية أمام الترجع أو النجم هتبقى تيلة قوي نفس الكلام يمكن تكون النجم يكون أفضل حتى لو النجم الأمور مش سهلة على نادي الزمالك عليه إنه يقامل نفسه لأنه أعتقد هو الترتيب تاني فهيواجه المباراة الأولى هنا وتبقى المباراة الأولى عنده فعليه إنه يقامل نفسه بنتيجة إيجابية ولولا رفع الحظر عن رئيس نادي الزمالك إنه يتحدث في وسائل الإعلام ويكون موجود في المدرجات والمباراة لكان الزمالك هو بطل الدوري لازم يبقى فيه هدوء لازم يبقى شفيه ضغط على العيبة يتصدر للعيبة أو الجهاز الفني قال لكل العيبة مفيش فلوس وقال الجهاز الفني مستقر ودي الميزة الوحيدة اللي حطها لكارتيرو المدير الفني فرنسي لكن لما يبقى فيه مؤتمر صحفي والمترجم يمشي ويبقى زعلانهم الدايق ويصدر ضغط مرة تانية للمدرب واللعبين مش كويس لازم تكون حلقة متكملة زي ما كانت ماشية الموسم الماضي علشان يقدر الزمالك يوصل للمكانة المحترمة اللي بيسع عليها وما ينفعش نص نهاية أفريقيا في وجود نهاية الزمالك مرة تانية في دور الأبطال بعد الغياب وكان دايما في الكونفرنرالية إنه يبقى بعيد عن دور نصف نهاية والبيك فور ليه نكهة مختلفة وهيقرب وإن شاء الله يكون نتمنى يا رب نهاية مصر لأهل وزمالك معنا ودخلة تليفونية مساء المغربي يا شريفة شنطوري شريف المغربي زمان مساء الشنطرة يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله أول حلقة من غيرك طبعا الحلقة صعبة بس يعني مساهلة أن معنا نجم متقلق جميل زي قران التعليق كابتن محمد عفيف دافتني كتير إن أنا مطلقت ما بنتوش النهار ده والله أزكرك أزكرك و ألف سلام عليك ربنا يسلمك يا كابتن ومنور الشاشة مع العودة الحميدة للكابتن محمد ومنور الشاشة كلها يا كابتن محمد والله الحمد لله على أرجوع عكدا بالسلام الحمد لله إن شاء الله تبقى معنا الحلقات اللي جاية إن شاء الله تقوم بالسلامة وتنور الستوديو معنا بدعواتك كده وبدعوات كل الناس اللي بتشاهدك دلوقتي وكل حبيبنا كده إن شاء الله حبيب يا شريف وحشانة اتمنى انك اهلاو كبير اتمنى انك تتمنى اتمنى 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 اتوقع النجم اتوقع النجم بس مش من قلبك اه مش من قلب عشان قلب اليوجع عني الف سلامة اشكرك شجرا جزينا حبيبي ترجع بسلامة انشاء الله احسن من الاول الله يخليك شفت بقى ازاي المصري هاب جلال كان طالع طالعت الصاروخ ثم الان بينزل بينزل افريقيا ومحليا شفتوا ازاي الكابنة هاب جلال من افضل المداربين اللي انا عمي صاح شخصي بكني له احترام لانه مدرسة ولولا لولا انه تسوق صح للمدير الفني اللي فريق نادي ودي دجل اللي هو اليوناني اللي موجود على رأس الكهود الفنية انه بيمرر كرة من رجل الرجل وباني هجمة ومش عارف ايه لكان ايهاب جلال لو تسوق له صح لما كان موجود على رأس الكهود الفنية لنادي مصر المقاس منذ ثلاث مواسم واحرز لقب الوصفة الدوري وافضل هجوم في الدوري كان احمد الشيخ لعب النادي الاهلي هدف الدوري انا ذاك بسبعتاشر هدف لكان ايهاب جلال في مكان التقني ايهاب جلال عنده فكرة عالي جدا مشكلة نادي المصري انه بعض اللعبين ما بيكونوش في حالتهم اثناء المباريات عنده لعيبة محترمة فنيا بشكل كبير جدا لكن مشكلته انه ما بيعرفش يخلص المباريات بشكل الصح بيتخطف بأهداف ومباريات كتيرة اتخطف فيها بأهداف لعب فيها وما كسبش هو بيلعب وما بيكسبش ضغط الجمهور عامل مؤثر بالسلب في كتير من المباريات لما ضمن التقاهل الافريكوي فيه الكونفادرالية ما بعد او خلف نادي بيراملز يمكن هزيمة بيراملز فيه مباراة العودة وفرق النقاط الكبير جدا اثر برضو انه الجمهور بدأت تضغط لكن هو تأهل ايهاب جلال منصحش انه ما بيبقاش موجود في الفترة القادمة لازم استقرار المصري في ظل انه كمان موضوع سنة ونص بسبب لعب كان موجود وخرجوا مستحقاته وانه مشابهي صفقات جديدة لازم يبقى فيه استقرار اكتر من كده كمان دي سنة 2020 عامل مقاوية وانا يمكن كنت حتى بقول في تعليق جمهور المصري يقولك الكونفادرالية مطلب جماهير المصري في عامل مقاوية يعني يتمنى النادي المصري ان هو حق البطولة واعتقد واعتقد انه البطولة دي فرصة كبيرة اولي النادي المصري ونادي بيراملز انه يكون اللقب مصري للمرة الثالثة بعد الزمالك 2018 والاهلي 2014 اجمع لو لو وليد مشرف مرسلنا في المحلة جاهز يا ريت تجيبوه لنا عشان عندنا اخبار مهمة في المحلة يا ريت لو وليد مشرف جاهز تدخلوا على طول فضل مشرف شنطرة عسيد وليد تواحي الفل كابتن حبيبي ربنا خليك انا قرحة داكيه عمدالع السلام الله يسلمك حبيبي الله خليك عمدالع سلامك وكلكو الف سلامة على سيد شريف حبيبي ربنا خليك ربنا خليك تتوقع الاهلي حيواجه الترجع وليساندون زوجا ما زينبي ان شاء الله ساندون انه وتحقنا بقى بالتوفية حبيبي وليد اشكرك شكرا جزيلا معنا دخلات كتير سيد شنطرة وسيد حسين سيد حسين سيد محمد السيد شنطرة حبيبي ربنا خليك مسالة شنطرة عليك على الكابتن محمد عفيفي على بيك وعند تلقم عليك ربنا خليك سيح تتوقع الزمالك حيواجه الترجع ولا ساندوز ولا النجم السحلي والله يا كابتن محمد الوجهات المحتملة كلها صعبة للتمنفرة بكونهم ان هم الافضل والاكثر تتويجا للبطولة انت تتوقع مين تتوقع مين تتوقع الاهلي ان شاء الله حيقاها بالمزنبي الاهلي حيقاها بالمزنبي والزمالك حيقاها بالاضطرق اشكرك شكرا جزيلا معنا وليد مشرف بقى مرسلنا من المحلة سيد الشنطرة استاذ وليد طبعا الصحفي بجريدة البوابة نيوز سيد الشنطرة مساء الشنطرة عليك كابتن شنطوري تحياتي ليكو لكابتن محمد عفيفي المهلك المتميز شكرا والف السلامة طبعا عليكو على تاكم العمل وتمنياتي بالاشتفاء للجميع ان شاء الله سريعا اخبار المحلة هنبدأ الاول في بلدية المحلة كابتن رمضان السيد خدمة برارود دية امس على استاذ الكاهرة الدولي مع فريق سلاميكا كلبطرة تطبقت فيها التجربة الاولى لتكنية البار من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم المبرارة كانت عبارة عن 3 اشوار كل شهود كان 30 دية محمد عبدالله تقدم لبلدية المحلة في الدية 6 من الشهود الاول حمدى ناصر ادرج التعادل لفريق سلاميكا كلبطرة في الدية 14 عاد سلاميكا تقدم بهدف ثاني في الدية 65 قبل ان ينجح نحمود صلاح الوافر الجديد لبلدية المحلة من حراز التعادل لتنتهي المبرارة بالتعادل ايجابي بين الفراقين التعزيزة للجولة المقبلة من الاخبار الهمة ايضا امتقال اللاعب اوني جونسون لعب البلدية للناصر الاماراتي ب250 الف دولار اي معادل 6 مليون جنيه مصري وده يعتبر اغلى صفقة في تاريخ الكسم التاني بالاضافة طبعا الى توقامة بالنادي الناصر الاماراتي وبلدية المحلة وتم الاتفاق في بند اللاعب على حصول بلدية المحلة على 25% في حالة بيع اللاعب حالة بيع اخبار المحلة سريعا يا وليد اخيرا طبعا وقبل الانتقال اخبار راز المحل بلدية افتكت جهود مدفاة بسام حسن في مباراة ابو ايري الجولة المقبلة بسبب الايقاف غز المحلة الاحداث فيها مش كتير كانت هناك مباراة وضع عصر اليوم جامعة الغزل الفريق بيلا كانت 3 اشهرات برضو 130 دي تجهيز اللاعبين طبعا المباراة المنصورة بالدوري امتهت بالتعادل السلم اخيرا ولكن هناك حالة من الغلان تسيطر على الجماهير المحبة الغزل المحلة بعد اقرار مفاجئ من الكابتن خالد عيد حبيبي يا وليد اشكرك شكرا جزيلا دايما متقلق صحفي بجريدة البوابة نيوز ومراسل برنامج الكورة مع الشانتوري بساق الشانتورة باشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد اخذك بقى لاوروبا رونالدو يتقلق مع اليوفي تسع ماتشوات متتالية بيسجل رونالدو بيكتب التاريخ رونالدو مستمر في ابهار العالم ولما بيسجل كمان بيسجل بطريقة انيقة كده فيها شياكة وفيها حاجة اسمها او ماركت براند كريستانو رونالدو انه هو انا بس اللي بعمل كده مهما كبر وعدى الحجز التلاتين ووصل لأربعة تلاتين او خمسة تلاتين خلاص في هذا العمر لكن بيسجل بشكل ايجابي جدا في الدوري الايطالي لاقي كميته بقى لاقي كميته دلوقتي مع موريسيو ساري ما بقاش يخرجه زي ما كان في المباريات الماضية اعتقد ان بما يقادم حتى من الانتر وانه بيضيع بعض النقاط ووصل لفارق الى حد ما هو مش مطمئن ولكن الى حد ما بيريح شوية اليوفي انه بدأ يوصل بشكل ايجابي لكن كريستانو رونالدو مع ابراهيموفيش في الايس ميلان مع لوكاكو في الانتر مع بعض اللاعبين الكبار عادوا شوية الراونك بتاع دوري الايطالي بس كنت بضحك عشان حاجة في القسم التاني وفيه اندية وانا بقولك ودي حاجة ما حدش عرفها كتير انه فيه اندية لا تتفاعل بازعة المباريات ومنهم كابتن خالد عيد ومنهم اندية كتير جدا بتزعل انه ليه ما بيروحش ليها البث للمباريات في تليفزون مصري اللي هو بيحق البث للمباريات الدوري لانه فيه بعض الملاعب ما ينفعش نتحط فيها كاميرات الجزء التاني لا فيه مداري الترسانة رفض قالك مش هزيع مبارياتي مش فال حسن عليها مش عايز اقولها بالمعنى الدارج اللي هو الساي ولكن مش فال حسن عليها كابتن خالد عيد اعتقد وكابتن خالد متخصص للصعود معنا ده السنة دي من اصعب الدوريات في الكسمة التانية مجتمع فرقه رهيبة جدا في ثلاث مجموعات الحقيقة الحقيقة في ثلاث مجموعات فيه متعة فيه اثارة وتابعنا مقنع على الات اكثر من الدورة الدرجة الاولى الدرجة الاولى تحسم المنتزة تحسم خلاص نزي ما قولك اكلين نكيا نادل اهلي حسن بشكل انا وانت عادفين على اهلي النور حسن سريعا رأيك سريعا رأيك في ليفربول وانهيار السيتي وتقلق فخر مصر وفخر العرب محمد صلاح محمد صلاح رأع جدا هو الاول والاولى وكمان اولا زي ما قلت انغام في قونيتها يعني يورجين كلوب ذكي جدا بعدما فز بدورة ابطال اوروبا اتجدد له العقد وده شيء رأع بالنسبة ليه ليفربول انه هو يبقى فيه استقرار ما بيجيبش اي صفقة وخلاص كلعب بازوغ نجمه فيه دوري الالمانيا او الفرنسي او اي مكان بيجيب اللعب اللي بقى ترس يكمل حلقات التروس اللي موجودة في ليفربول بيطور اداء اللعبين وذكرناها كتير محمد صلاح دلوقتي بيجيب اهدف بالرسوة او برجل اليمين الكساندر ارنولد مثلا كظاهير كان من اسوأ الاظهرة من ثلاث سنين دلوقتي بقى من احسن الاظهرة في القارة الاوروبية ذكي جدا وبيعرف يتعامل ذهنيا مع لعبين ومن ثم بيطلع منهم ما يحتاجه واحسن والكل بيساعده علشان يكون بطل مش هقول دورة ابتال اوروبا دورة ابتال اوروبا فيه منافسة كبيرة واليوفي مش سهل والبايرن مش سهل رغم من المنافسة كبيرة حتى في البونز ليجا مع الفرق الموجودة اربع فرق تقريبا بتنافس لكن في هذا الموسم اعتقد انه ليفربول حسم الاكلينيكيا مشكل كبير انه بعد 30 سنة البريمير ليج في جعوبة ليفربول ماذا يحدث في الساتي الساتي وصل لدرجة من انه مش اشباعه لكن خلص اللي عنده وبدأ يقرأ حفظ جورديولا بتأكيد وتأكيد يعني مصمم عن نزع الهجومية هجومية هجومية وما فيه اتفاع خالص ما في المية ما في المية ودي عمل له صغرات بدأت تبقى مكروعة من كل الفرق الكبيرة والصغيرة كمان فاصبح اعتقد انه الكتاب المفتوح لازم يبقى وهو دايما كان بيلاقي كميته لما بينتقل من فريق لفريق فبيعرف يروح دوري تاني مختلف يبدأ يطوع افكاره مع اللعبين فبيبدأ ياخد 3-4 سنين بشكل كوي جدا اعتقد انه مع نهاية الموسم قد يكن بيب جورديولا في راحة الموسم أو اثنين زي ما عمل قبل ما يروح للسيتي ويعني لما اتكلمنا عن تكيس جوناس اليوناني بتاع ودي دجلة هو نفس الكلام اصبح مكروع فخلاص مش لاقي حاجة يعمل فيها او يعمل بيها حاجة جديدة تبقيه حتى في الدورة سواء تكيس جوناس مع ودي دجلة او بيب جورديولا مع اختلاف طبعا الوضع مع منشيستر سيتي قبل ما اختم معاك عايز الكافتر محمد عطيفي بصوته يزيع لي هدف الاهلي اللي جاءوا في الهدر السوري الهدف ما معنا ولا مش معنا لا مش معنا انت حتزيعوا كان مين عمر سولية استلم كورتو يلعبها تشيب باص في العمق لمسة حلوة اوه من حسين الشحات ودي التزديد اوه الهدف الاول الهدف الاول الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق محمد مجدي افشل يحط مطرقة توجع شباك الهلال السوداني هنا على الاراضي الهلالية الهدف الاول في الشباك الهلالية للنادي الاهلي والتفوج بإذن الله والتأهل ليه الدور ربعا نهائي مع الكبار بس عايز اقول حاجة كل النعم للمنتخبنا الوطني للصلاة في المغرب هيلعب بكرة ليبيا في الدور نصف النهائي لو تفوق بإذن الله يتأهل المنديال العالم في لتوانيا في هذا العام وايضا يتأهل المبرانهائية في الست نسخ اللي لعبت بنسخة هذا العام هيكون المنتخب الوحيد اللي يتأهل الست نسخ للمبرانهائية وان شاء الله يأتي باللقب لانه خسر 2008 و2012 و2016 أمام ليبيا المنتخب المغربي في نصف النهائي سعيد بوجودي معاك يا كابتن محمد شرفتنا ومساق الشنطرة عليك مساق الشنطرة مساق الشنطرة على كل مشاهدينا أشكركم شكرا جزيلا يا رب تكون حلقة خفيفة وتكون عودة حميدة لازم ومهم وضروري تنتظروا الحلقة الجاية من برنامج الكرة مع الشنطوري السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا